أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباحا اليوم برئاسة المهندس عاطف الطرونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع تفاصيل الجلسة الصباحية في التقرير التالي مكاشفات وطرائف تخللت جلسة مجلس النواب الصباحية كانت منها مكاشفة النائب عبد الكريم الدغم لمحاولات صهيونية للإساءة لسمعته وقد لا يكون آخرها عودة النائب محمد نوح لقضاء لحضور الجلسات بعد عصفة من الانتقادات طاردت عقب نشر مركز راصد تقريرا كشف تصدر لقضاء قائمة المتغيبين كلما هاجمت أقطاب الحزب الصهيوني المودود في بلدي يتعرض لي من خلال منشورات كاذبة في الفيسبوك الجلسة التي أقر فيها النواب مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع شهدت مناشدة مواطن من شرفات المجلس بالكشف عن ملابسات وفاة ابنه الشرط أحمد الصبيحي الذي توفي عام 2010 النائب صالح العرموت استهل حديثه بممازحته رئيس المجلس المهندس عاطف الطرعونة بمناسبة إجرائه عملية تفتيت حصى مطالبا في الوقت نفسه وزارة الخارجية الأردنية بالتوضيح بشأن اختطاف ثلاثة أردنيين في ليبيا عقب ذلك صدر بيان عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان لقضاء لتوضيح حدثة اختطاف المواطنين الأردنيين الثلاثة مسلسل الاقتحامات لم يتوقف حيث اقتحم مواطن شرفات المجلس وبدأ بالصراخ وقام عناصر الأمن المتواجدين هناك بإخراجه من أروقة المجلس